هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أعزاء المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم في برنامجكم فاسألوا أهل الذكر في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سيكون موضوعها عن تجديد الخطاب الديني ويسرنا ويشرفنا أن نصدف في هذه الحلقة فضيلة الدكتور حسان أبو عرقوب مفتي في دائرة الإفتاء العام فأهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور أهلا وسهلا ومرحبا أعزاء المشاهدين الخطاب وتجديد الخطاب الديني دعوات كثيرة نسمع عن تجديد الخطاب الديني ما المقصود بالخطاب الديني ما هو أنواع الخطاب الديني هل للخطاب الديني أو تجديد الخطاب الديني أهمية أو مستنى شرعي كل هذه الأسئلة وغيرها إن شاء الله تعالى سيجيب عنها فضيلة دكتورنا الشيخ حسان أبو عرقوب أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور هياك الله يسير فضيلة الدكتور نسمع بقضية تجديد الخطاب الديني ما المقصود بالخطاب الديني أو تجديد الخطاب الديني فضل فضيلة دكتور الله يزيد فضلك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نحن نتحدث عن الخطاب الديني لكن المفروض أن نفهم ما معناه الخطاب الديني حتى نستطيع أن نقول هل نجدده أو ما معناه تجديده الخطاب الديني يقصد به هي الرسائل التي يرسلها الناس أو المؤسسات التي تتعلق بالدين هذه الرسائل عبارة عن كلام يحكى ربما كان خطبة جمعة ربما كان درسا ربما كان رسالة عبر الواتساب أو الاسم اس ربما كان كتابا يكتب الإنسان ربما كان برنامجا يقدم الإنسان مثل هذا البرنامج هذا خطاب ديني ثوال فيه أمور دينية ربما كانت فتوى يصدرها الإنسان ربما كان مسموعا مقرؤا مقال يكتب الإنسان إذاعيا تلفزيونيا كل رسالة يرسلها الإنسان تحتوي هذا الكلام الديني الذي يعبر به عن فلسفة هذا الدين وعن أخلاق هذا الدين وينسب لهذا الدين هو عبارة عن خطاب ديني شئت أم أبيت وهو يمثل الدين الذي تتكلم عنه بمعنى أنت عندما تقول يقول الإسلام كذا وكذا وكذا وأخلاق الإسلام واحد اثنين ثلاثة إذن أنت أمام الآخرين تعبر عن هذا الدين الذي تتكلم عنه وبالتالي في بعض الأحيان قد نظلم ديننا بسبب سوء فهمنا من هنا كانت خطورة الخطاب الديني الإنسان داعي إلى الله مبلغ ونحن نتحدث عن الخطاب الديني الإسلامي بالضرورة وبتبليغه عليها أن يكون صادقا فاهما لهذا الدين واعيا لمعنى الرسالة التي يرسلها إذا قصر أو أخطأ في واحدة من هذه هو يظلم نفسه ويظلم حتى هذا الدين بمعنى ما يحدث في بعض الأحيان من وجود أعمال غير شرعية مثل تفجير مكان قتل أبرياء ثم يخرج بعض الناس يقول الله نحن فعلنا هذا دفاعا عن الإسلام والمسلمين العالم بأسره ينسب هذا الفعل إلى دين الإسلامي ويقول هو دين عنف وهو دين تفجير وهو دين إرهاب علما أننا نشدد ونؤكد دائما أن الإسلام بريء من مثل هذه التصرفات لكنها شئنا أم أبينا تنسب إلى هذا الدين لأننا نحن أبناء هذا الدين وهؤلاء هم منتسيبون للإسلام وقد ألسقوا هذا الفعل بالإسلام فالحاصل أن أي كلمة أنت ستحكيها أي خطبة أي موقف أي مقار ستكتبه عن هذا الدين سيكون أمام الناس ممثلا لهذا الدين لكن هذا الممثل هل هو ممثل حق أو غير حق هذه مسألة أخرى ستتحمل أنت عبئها نعم فضيلة الدكتور مثل ما تفضلت الخطاب الديني قد يكون بحلقة تلفزيونية قد يكون بخطبة جمعة الآن أيضا وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت متوفرة لدى الجميع ويصل إليها الجميع ضرورة تجديد الخطاب الديني تفضلت أنه قد يعطي صورة غير جيدة عن الإسلام لكن من أين تبدأ خطوات تجديد الخطاب الديني فضيلة الشيخ لا شك أن الخطاب الديني له عدة صور كما ذكر كل صورة تمثل طريقة وتمثل بشر أو مؤسسات مسؤولين عنها مثلا عندما نتحدث عن الخطبة الجمعة وعن الدرس الديني بالضرورة المسؤول عنها هو وزارة الأوقاف عندما نتحدث عن الخرجين من طلبة الشريعة الإسلامية إذن نحن نتحدث عن كليات الشريعة نتحدث عن المعاهد الشرعية إذن كل وسيلة من هذه الوسائل وراءها من هو مسؤول عنها من ضمن هذه المؤسسات الدينية وهي صاحبة اليد الطولة سواء كانت إفتاء أو قضاء أو أوقاف أو غيرها من المؤسسات هي مسؤولة عن تطوير خطابها وعن تجديد هذا الخطاب ونحن كما نعلم أن المؤسسات تعمل على هذا في البداية قرروا أن نعمل خطبة الجمعة موحدة الموضوع ليس النص نؤكدنا المحاور نتكلم فيها وهي المحاور تعد بشكل جيد يخدم الخطاب المعاصر أفضل مكاننا سابقا أن كل إنسان ينتقي ما يشاء يتكلم كيف يشاء الحرية لازالت مكفولة لأن أنا مرزم فقط في المحاور أتكلم كما أشاء لكن بعض الناس كانوا يتناول مواضيع غير لائقة لا تريق بمبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تريق بالخطيب ولا تريق بالمصلين لا يوجد فيها فائدة هذه مثلا خطوة على طريق تجديد الخطاب الديني وجود مثلا دائرة الإفتاء نوعية الخطاب الذي تقدم الفتاوى المعتدلة البعيدة عن أي شذوذ البعيدة عن أي تطرف المكتوبة بصيغة معاصرة التي تتناول الكثير من القضايا المعاصرة أيضا وكتبت رسائل الآن في فتاوى دائرة الإفتاء العام المعاصرة سواء الطبية أو المالية ولا شك أن المساهمة في الإعلام الجديد أيضا من الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وغيرها مواكبة للشباب فاحتجنا أن نطوع خطابنا ليصبح ملائما لهؤلاء الفئة التي تستعمل مثل هذه الوسائل يكون أكثر بساطة وأقرب إلى قلوب وعقول الناس نحن بتجديدنا للخطاب الديني نحن نقترب من الناس أكثر يعني ليس معقولا أنه أنا والله كما حدث في بعض الأحيان بعض الخطابات مثلا يمسك والله كتاب ألف قبل ألف سنة في الخطابة ويقرأ منه يعني أنت تخاطب اللهم محفظ السلطان الناصر صلاح الدين يعني حتى في الدعاء يعني وين إحنا وين صلاح الدين يا أخي طبيعة اللغة طبيعة المشاكل تختلف تماما طب أن أحمل ذاك الخطاب الجميل في عصره إلى عصرنا الآن نحن عندنا مشاكل تختلف عندنا عقول تختلف عندنا حقول تختلف عندنا هموم تختلف واقع مختلف تماما برعي نعم وبالتالي إذا نقلت ذاك واستحضرته أنا بالتالي أقوم بعمل خطيئة في حق المجتمع المجتمع الآن أنت منفصل عنه تماما وخطيئة في حق نفسك أن تتكلم في الهواء لا علاقة لهم بما تتحدث مثل قضية فعلا اللهم محفظ الناصر صلاح الدين يعني أنت بتحكي بواد والناس فأنت تسقط من نفسك وتسقط حتى من الفائدة المرجوة من الخطاب سواء كان برنامجا أو خطبة أو مقالا نعم جميل وكأنني قد فهمت من فضيلتك أن نرعي قضية فقه الواقع يعني ما كان يقال في زمن صلاح الدين رحمه الله لا يقال الآن في هذا الزمن مع التكنولوجيا والتطور والسياسة وضغوطات السياسي والاقتصاد واختلاف الفقه كامل الواقع الآن الحياة الموجودة في وقتنا الحاضر فضيلة الدكتور الله يزاك الخير من أين تصدر دعوات التجديد؟ يعني هل تجديد الخطاب الديني هي دعوات داخلية أم أنها دعوات خارجية وضغوط خارجية؟ يعني قد يقول البعض اليوم أنه قضية الخطاب الديني جاء بعد الربيع العربي بعد الثورات العربية بعد الفرق الضالة التي جاءت وأرادت تطبيق الإسلام بحذافيره جاء قضية موضوع تجديد الخطاب الديني هل من هذا التعليق؟ طبعا ما الذي نقصده بقضية تجديد الخطاب الديني؟ إذا كنا نتحدث كما تفضلت أنا لا أريد أن أسترجع الماضي لأكرره لكن هناك ثوابت يعني عندما أتحدث عن الأخلاق هي في عصرنا كما هي في عصر الرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أربعة سنة لا يمكن أن تتبدأ يعني بر الوالدين شيء حسن الصدق الصدق الإخلاص الإحسان إلى الجار كل هذه قضايا لا تتغير قبل مليون سنة كمان هي هي الصدق محمود والكذب مذموم الإخلاص محمود والنفاق مذموم انتهينا من هذه المسألة هناك عقائد يعني عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أقدر الآن أقول هذا والله تغير العقائد لا تتغير العقائد ثابتة لأنها تستند إلى حقائق يقينية ثابتة فبالتالي هذان الجزآن ليس محل النقاش من حيث المهية هما ثابتان لكن أي شيء ممكن يختلف مثلا اللغة أنا عندما الآن أريد أن أتحدث عن البر الوالدين هل يجب أن أستعمل ذات اللغة التي كانت تستعمل قبل ألف سنة وأن آتي بالأمثلة التي استعملها الفقهاء قبل ألف سنة لا يا أخي أنا الآن أتكلم بلغة أبسط بلغة أسهل يعني في بعض الألفاظ الآن لو تكلم بها بعض الناس لا نفهمها ما هي شو بده يعني شو المقصود وراح أضيع الكلام كله وأنا أفكر بها المعنى هذه الكلمة طيب ليش ما أستخدم اللغة البسيطة السهلة ثم اللغة الموجزة يعني في ذلك الزمان ممكن واحد يقول يسمع الخطيب أو الحلقة ساعتين في بعض برامج تلفزيون كانت أربع ساعات الآن خمسين دقيقة ويالله يعطوك ليش لأن الناس ما عددت مثل زمان الرسالة المكتوبة يعني زمان تعرف كان يكتب الرسالة الإمام الشافعي نما كتب رسالة كتب كتابا سماه الرسالة وهي رسالة الآن ما في مجال تكتب يعني أكثر من ثلاث أربع أسطر نما تبعت فيديو يعني أكثر من ثلاثين ثانية ما حدا يشوفه فبالتالي أنا أريد أن أروج لرسالتي كيف أروج لهذه الرسالة الدينية أريد أن أجدد الخطاب سواء كان عن طريق اللغة أو عن طريق الأسلوب على سبيل المثال خطبة الجمعة عندما يأتي الخطيب والله يقرأ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كمنذر جيش وصوته يرتفع جميل النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في أيامه مايكات فإش الطبيعي نما يكون أمامه ناس بده يسمعهم بده يرفع صوته طب الآن أنا هل من السنة أني أرفع صوتي أمام المايك طب سأكون مصدر إزعاج للناس وإيذاء حيبطلوا يسمعوني إذن أنا غير قادر على إيصار رسالتي أنا أضايقت الناس وما عرفوا شو أحكي ونص الكلام طار إذن مش هيك القضية الميكروفون أمامي أحكي بهدوء تام حتى يستطيع الكل أن يسمع كل كلمة أقولها حتى تصل الرسالة إلى هذا الشخص راعي إذن تطور العصر نظرة الإسلام للبشرية هي نظرة احترام وتقدير لكن لا شك أنه البشرية اختلفت في نظرتها لبعض الإنسانية الفكر فيها تغير يعني مثلا زمان كان قضية العبودية أنه في عبيد وإماء وإشتري وبيع شيء طبيعي الآن نحن في عصر أنا وأنت على سبيل المثال وكثير من السادة المشاهدين والسيدات المشاهدات لا نستطيع أن نتصور فقط تصور في أذهاننا إيش والله إنسان يباع ويشترع يعني حتى خيال ما بيختر عباننا لأنه ما عشنا هذه المرحلة وأصبح من غير المقبول وهذا الإسلام يؤيده والإسلام يدعمه طب أنا ليش أظل أجيب أمثلتي والله عبد ومش عبد للناس واشترى عبدا وباع إيش عبدا اشترى وباع عبد أنت عم منبر يعني عفوا مش درس فقه الدرس الفقه ماشي لو قرأتنا من فقه قديم لكن ما بنحكي عمان عم منبر بتجيب لي عبيد وإماء ليش أنت أمام ناس لا يتصورون مثل هذا الكلام ولا عشو ولا بفهموا إيش معناه أنت بتعرف الإنسان كيف يباع يجيبها البني آدم يصير يفحص كما يفحص الدابة الآن هذا ممجوج ممقوط مننا جميعا ومن الإنسانية كلها عندما نتحدث الآن عن حقوق الإنسان عن حقوق الأسرة عن حقوق الحرب وكلها دعمها الإسلام لا نأتي بشيء جديد لكن العالم الآن فطينا لها جميل لماذا نتخطأ أن نتكلم بنفس الروح ونفس الكلام ونفس المستوى عندما نتحاقد ذلك عن حقوق المرأة وعن ميزات المرأة وعن دور المرأة في إغناء وإثراء المجتمع وبناء المجتمع لماذا نستحم مثل هذه القضايا هي من صلب ديننا علينا أن نتحدث بهذه اللغة العصرية عن مثلا قضية المشاركة في الحكم وعن الحكومة الرشيدة وعن الشورى وعن ديمقراطية هذه القضايا لا يأباها الإسلام ولا يرفضها لماذا لا أتحدث بهذه المعاني المعاصرة التي يستعملها البشر المعاصرون التي تدل على حضارة هذا الإنسان لماذا أظل أستعمل النظام القديم والكلام القديم والألفاظ القديمة التي لا يستوعبها كثير من الناس الآن يحتاجون إلى شرح ربما أنا كدرس للشريعة أفهمها لكن ليس بالضرورة كل الموجودين أمامي يفهمونها فبالتالي هذا هو التجديد باللغة تجديد بالمواضيع تنويع من خلال تناول هذه المواضيع التي تدعمها الشريعة نحن نريد خروج عن معنى الشريعة هذا الإطار يدعمه التغيير أو الدعوة الداخلية داخل الإطار الإسلام يطالبون مثل ما طلبت الآن أنه نريد أن نعدل ونحسن في الأسلوب وفي الفكرة لكن هل هناك دعوات خارجية؟ نعم من لا يروق لهم أن ينتشر الإسلام بين الناس يدعون إلى تجديد الخطاب بمعنى أن يريد أن يفرغوا الخطاب الإسلامي من عقيدته ومن أخلاقه ومن أجمل ما فيه يعني تنحية الكتاب والسنة؟ بالضبط هذا غير جيد يريدون أن يجعلوا إسلاما جديدا معاصرا يتلاءم مع العولمة التي ينشدونها وهذا مرفوض جملة وتفصيلا غير قابل للنظر لكن أن نجدد في طريقة العرض في أسلوب الخطاب في استعمالها الوسائل الحديثة في المفاهيم والأفكار والفلسفات لا مانع من ذلك أبدا بما لا يخالف عقيدتنا وأخلاقنا كله ننطلق من نفس هذه العقيدة وهذه الغلاق هذه ثوابت غير قابلة للنقش قبلت الدكتور هناك من يقول قضية التجديد الخطاب الديني من أين أتيتم بهذا بالتجديد الخطاب الديني؟ هل هناك دليل شرعي على تجديد الخطاب الديني؟ هل هناك مستند شرعي؟ في حديث عن نبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يرسل على رأس كل مئة من يجدد لهذه الأمة دينها ويستدل بهذا على قضية التجديد يعني هو ممكن اشتراك لفظي في المسألة بس حقيقة طبيعة الدين هي من تفرض عليك هذا التجديد الدين الإسلامي عنده سيولة عجيبة بحيث ينتشر بين كل الأقوام وكل الملل وكل الأعراق ولاحظ المسلمين بكل مكان ولا يدخل مكان سائل لا يحتاج إلى دفع لحاله يندفع وبدخل طبيعة الإسلام توجب هذا بمعنى أنا ما أنتقل إلى أمريكا أو إلى أوروبا أريد أن أنقل إليهم الإسلام يعني بعض الناس بيقول لك يا عمي تعالوا الإسلام أنه بدك تلبس دشداشة وبدك تربي لحتك ومرتك بتلبس العباء وبتلبس النقاء هل هذا هو الإسلام؟ هل هذا هو الإسلام؟ هذه أمور اعتيادية عادية تتعلق في البلاد ليس كل المسلمين عفوا بالبس دشداشة وليس كل المسلمين يطولوا لحتهم كثير وليس كل المسلمات منقبات ولا كل المسلمات زيهم العبايات أكس فضيلتك يعني يفسق ويبدع نعم يكثر من لا يلتزم بهذا مع أنه شيء عادي يتعلق بطبيعة بيئة الإنسان لاحظ المسلمين معلش من باكستان لهم لبس معين في السعودية لهم لمس معين في الأردن لنا نبس في مصر في المغرب كل بلد لهزي هذا ليس له علاقة بالدين الذي له علاقة بالدين هو أول شيء العقيدة الإسلامية التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى ثم الأخلاق الإسلامية بعد ذلك تأتي باقي الأمور لكن في البداية أنت لا تكون مسلما لو ألبست لك قلبي وطولت لحيتك هذا ليس الإسلام أن تقول أشهد أن لا إله إلى الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إذن قضية إيصال الإسلام الصحيح للناس هو الذي يشجعهم على الدخول فيه أنا أتحدث بعقائد أتحدث بأخلاق لا أتحدث عن زي وعن عادات أنا لا أريد أن أنقل عاداتنا في المنطقة العربية لأوروبا أنا أريد أن أنقل الفكر الإسلامي الإنساني الآن أنا طبيعة الإسلام عندما أتحدث مع المسلمين تختلف عن طريقتي عندما أتحدث مع أوروبا هناك يهتمون بقضية الإنسان وأن الإنسان محور هذا الكون وفعلا ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الإنسان محور الكون وسخر له هذا الكون أصلا من ضمن هذه الإطر بتحرك مع هؤلاء الناس فيستوعبوا هذا الدين فيسروا أن والله الإسلام بحافظ على إنسانيتك وبحافظ على المساواة وبحافظ على الكرامة الإنسانية ولقد كرمنا بني آدم الناس كلهم لآدم وآدم من تراب والمرأة خلقت من سيدنا آدم لها كل الاحترام ولها كل التقدير والمرأة كالرجل في كثير من الأمور وساوى بينهما الإسلام في كثير من الأمور لها الحرية والاحترام هذه معانا يحبون أن يسمعوها وهي من الإسلام ما جئت في شيء غريب طب ليش بس تعمل شيء آخر بدل الإسلام والله هو لحي طويل فقط وثوب قصير وهذا هو من قال هذا؟ فنحن نشوه ديننا بنكل عاداتنا إلى الآخرين عاداتنا إلنا حلوة مش بالضرورة الآخرين يشوفوها حلوة مثل لما يجي الغرب عندنا بزي قد لا أقبله لكن هو يخص ما بخصني أنا جميل فضيلة الدكتور كيف ترون العلاقة بين الترغيب والترهيب في مسألة الخطاب الديني وأهمية هذا الأمر في مشايخ للأسف اليوم يعني بطلع المنبر بخوف الناس خوف شديد والبعض الآخر يظهر أن الإسلام متساهل في كل شيء وحتى بعض المفتين يعني بفتوا بتساهل والبعض الآخر يكون متشدد يعني ما تعليقك على مثل هذا الأمر؟ بعض الأخوة قال لي حضرت عند خطيب قبل توحيد الخطبة ما؟ قال ثمن جمع وهو يتكلم عن نار جهنم بالأخير وقف له واحد شهرين قال له يا شيخ الله ما خلق جنة لا إله الله ما خلق جنة تحكي ثمن أسابيع شهرين عن عذاب القول عن عذاب النار والنار وجهنم يا رجل الله خلق جنة طب حكي لنا عنها الترهيب باستمرار أمر مرفوض ربنا سبحانه وتعالى نما تكلم عن الثواب والعقاب وهي منظومة تربوية أصلا مرة بيقول لك شديد العقاب مرة بيقول لك غفور رحيم ذكر النار بذكور الجنة في توازن في المسألة وكمان إحنا عندنا العكس يا بخليها كلها نار يا بخلي أنتوا حلوين وأممير وزاكين وكلكوا على الجنة اعملوا بتكويا أنتوا كلكوا على الجنة وكمان هذا غلط يعني لا هذا صح ولا هذا صح فوسط منذكر دائما أن الله سبحانه وتعالى أوجد العقاب وأوجد الجزاء أوجد المؤاخذة وأوجد العفو وهو شديد العقاب وهو غفور رحيم سبحانه وتعالى أن تظل بين الترغيب والترهيب تسير يعني إن تأخذ نمطا واحدا في حديثك أمر غير صحيح ما بصير يظل لك كل جمعة تطلع يا جماعة النار والنار والنار طيب بعدين أنت حتكره الناس في الدين الدين ما فيه يقول للنار هو ربنا خلقنا مشان يعذبنا ويعاقبنا بس لا ربنا خلقنا لنربح عليه لا ليربح علينا الله بدوش مننا إيش الله بدو يعطينا الله بحبنا أنه خلقنا وجعلنا عبيد إله وهدانا لدين الإسلام هذا كله دليل محبة الله لنتحدث عن معاني الحب هذا المعنى الغائب عن كثير من نماذج الخطاب الإسلامي وين الحب كم مرة سمعت إمام بحكي عن الحب خطيب يحكي عن الحب كاتب يكتب عن الحب الأمر الدي يا جماعة الحب ذكر في القرآن كثير فيه رسائل في الحب في القرآن الحب في السنة الحب في الإسلام ربنا سبحانه وتعالى يقول يحبهم ويحبون قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله الحب في الإسلام شيء أساسي أن تحب الله وأن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تحب كل الناس أن تحب هذا الكون أن تحب خالق هذا الكون الحب قيمة عالمية أساسية سامية نغفر عنها معنها في صلب ديننا طب ما المانع أن أتحدث عن هذه القيمة بدلا ما أتحدث من الناس أوعى جهنم نقول طب مش أنت فتحب الله طب ليش بتعصي الله هاي النوع طب مش بدك الجنة طب ليش بتعصي الله شوف هاي نوعين الثالث آه بتعصي الله إليك يجهنم الله شديد العقاب طب يعني مش لاقي إلا هاي خليها شوي قدم لها عن الحب اربط الناس بالله بمحبة لأن الله يحبهم اجعلهم يحبون الله تبارك وتعالى خل لغتنا لغة حب وهي لغة سامية مقبولة في كل العالم تعرف أنت نما تقول لواحد الله بحبك يعني شوف أنت شعور الله بحبني ما أقول الله بحبني يعني شوف هالفرح و هالسرور و يمكن يصير يستحي من حاله يعمل أي معصية لأن الله يحبه نعم جميل فضيلة الدكتور يا ريتي نرجع إلى الخطاب الديني في قرآننا الكريم في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم و نتعلم الخطاب الديني فضيلة كده بتسمح لنا الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني مال و أعمال بين التجارة و الصناعة وبين البنوك و أسواق المال إلى تقلبات أسعار النفط والطاقة المتجددة و من تكنولوجيا المعلومات إلى الاتصالات و من ريادة الأعمال إلى سوق العملات الافتراضية مدن تزه سياحيا و أخرى تضمحل في كل دقيقة تظهر مستجدات جديدة في عالم الاقتصاد و التي تؤثر في حياة الجميع مال و أعمال الأربعاء في الأوقات التالية أعزاء المشاهدين حياكم الله من جديد و أهلا و سهلا بكم من جديد ما زلنا مع فضيلة الدكتور حسان أبو عرقوب نتحدث عن تجديد الخطاب الديني فضيلة الدكتور حسان ما الذي نريد أن نجدده في الخطاب الديني اليوم؟ يعني باختصار و لملم للموضوع كله الآن لسبق و ذكرنا نقول أنه نحن نريد أن نجدد في بعض الأفكار في تناولها في لغتها في طريقة الوصول للآخرين يعني ما نكتف فقط أن الخطاب الديني فقط هو خطب الجمعة أو درس في مسجد لا بنا نراعي أنه في واتس أب نراعي في يوتيوب نراعي في وسائل التواصل الحديثة الفيسبوك إلى آخره و أن نغير اللغة ما بديش أجيب له والله قال فقط فلان قبل ألف سنة وأجيب له العبارات الصعبة لا يا أخي كويس أنت خذ هذه العبارات صيغها أنت إيش بلغتك وحط اسمه بالأخير أنه هاي ملخص لقول فلان بدكش بلاش مش مشكلة بس المهم أنه أدي المعاني بلغة بسيطة يفهمها الناس يحبها الناس يتداولها الناس ثم لا شك لا بد أن نصل إلى شرائح الشباب وهي الشريحة الكبرى في منطقتنا يعني الشباب بحب الآن السرعة و بحب اللغة المختصرة بحبش كثرة الكلام و نقدر نختصر كثير من الفيديوهات كثير من العبارات كثير من الإشارات إذن على مستوى الفكر و على مستوى الوسيلة و على مستوى اللغة هاي ثلاث أمور نستطيع أن نجدد فيها الخطاب الديني فضلت الدكتور هناك تحديات و عقبات تحول دون رؤية التجديد بصورته خلنقول الجميلة على أرض الواقع وأيضا هناك من يتصدر بالخطاب الديني رغم أنه غير متخصص يعني يتصدر للخطاب الديني و يسيء للأسف لصورة الإسلام المشرقة ما هذه من أهم التحديات التي أرىها هل هناك من تعليق على هذا الأمر لا شك نحن أمام عدة تحديات أبرز هذه التحديات أولا طبيعة العالم الذي اختلف في فكره و في أسلوبه و في سرعته العالم الآن إنسان الآن يختلف تماما إنسان قديم بمعنى أنت الآن تفكر ليس مثل أبوك أولادك لا يفكر مثلك والأجيال قاعدت تتسارع أيام زمان يعني كان التلفزيون بالنسبة لهم قضية يعني فيه تلفزيون الآن بتعرف بالإشارة هيك بتغير القناة بتقلب من صفحة إلى صفحة ما كانش فيه انترنت صار فيه سيولة في المعلومات رهيبة و غريبة سيالات ألاء مليارات من المعلومات بقدر أحصل عليها بسهولة إذن الإنسان بطل تقدر أضحك أحدها بجيب معلومة غلط لأنه على طول على هالنت بطلعها بقدرش أبث أخبار مثل ما بدي بضحك عن الناس لأنه بطلعها بكشفني ملايين القنوات زمان كان هو كله تلفزيون واحد للدولة كلها وللبلد كله والقرية كلها الآن وضع اختلف آلاف القنوات فبالتالي طبيعة الإنسانة اختلفت اللي كانوا يخوفوه بالغولة ويخوفوه من داري إيش الآن بطل يخاف طبيعة الفكر الإنسانة اختلف يجب أن أراعي هذه المسألة أولا أن يكون خطابي على قدر المسؤولية من فعشظ لك تقولي الشجاع الأقرى الشجاع الأقرى فيش إشي اسمه الشجاع أقرى موين جايب لي الشجاع الأقرى مش عارف موين جايبين وبخوفو فيه الناس مش موجود بصيرش تجيب لي قصص حكي فاضي ما بصير يجيب لي كلام غير واقعي كلام غير صحيح لا سند له ليس صحيحا ولا عقلا ولا شرعا ولا مقبول زمان يضحكوا عن ناس القصاصين الآن هذا الأمر مش مقبول يعني زمان ما حدا يدور وراك الآن أبسط ولد ممكن يجي يقولك أنت إنسان كذاب بتحكي غلط فتفقد الثقة وتفقد المصداقية وتصبح إنسانا غير معتمد في هذا المجال فبندك يكون خطابك راقي علمي محضر بشكل صحيح يليق بمستوى المستمعين لأنه فعلا اختلف المستوى كثير هذا الأمر الأول والتحدي الأول ما ذكرته أيضا صحيح بعض غير المتخصصين الدعوة الإسلامية مفتوحة للجميع ادعي إلى سبيل ربك يعني ما منقدر نقوله فقط تطلى بالشريعة لا كل إنسان يستطيع أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى لكن أن يكون مؤهلا لمعنى يعني مثال بيجيك بعض الناس ببعت لك باب الدعوة إلى الله بعض الأحاديث في بعض المناسبات يعني مثال نشوفه إحنا بدارت الإفتاء كثير بيجي يقولك والله من بشر به لا لرمضان من دار له حسنات هذا ليس حديث ولا أصل له ما كلام فاضي طب كيف تنشره بين الناس هو الله نيته سليمي النية السليمة وحدها لا تكفي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار دير باكوا يا أخوانا أي شيء بصرك حديثي أخي تأكد منه في رسالة كان دولها الناس زمان ولزال من ألف سنة لقضية أبو محمد خادم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لم تصور هذه الورقة وتوزحها على عشرة رح تسمع أول شيء أخبار سيئة وحيموت أولادك وعيلتك وعشيرتك أما إذا وزعتها على خمسين زلمة رح ترزق سترزق وتسمح مسؤول كبير في الدولة وكل أمالك ستتحقق كلام فاضي يربط الناس بالأوهام يعني هذا لا يليق أن يكون باسم الدين وأن يكون خطابا دينيا هذا شيء مخزي لا يليق شو الله ورقة صوره أو وزعه كلام فارغ أيضا من الأمور التي تلبس للإسلام قضية والله تفسير المنامات أصبح قضية غاية في الخطورة قنوات يفتح من شأن يضحكوا على الناس قضية الحجوب والأسحاب والله يا أخوة أنت مسحورة قناة كاملة يفتح من شأن يظل يقول أنت مسحور وأنت مسحورة وأن تقرأ على كذا وأن تجيب شنب فار وأن تجيب شنب صرصور يا جماعة صارت العقول يعني ليس هذا يعني يضحكوا على الناس لا ينبغي استهتار بالعقول ومشكلة يلاقوا زباين يعني لو ما في زباين هذول ما بيشتغلوا ولا بيفتحوا قنوات فالمفروض إحنا لا يصبح لدينا توعية مثل هذه القضايا الإسلام بريء من هذا الدجل وبريء من هذا الكذب تفسير ما نمت في تفسير ما نمت لكن لأهلها مش كل واحد رقية شرعية في رقية شرعية لكن لأهلها مش لأي واحد من نميز بين الناس يا أخوان مش كل من صف صف صواني آل حلواني يعني والله يبتشتري من عنده لا كل مهنة ويرفعوا مصاري من شأن تكتب له حجاب من شأن لكن يا أخوان بضحكوا عليكم بنا نوعي الناس هذا المستوى في التوعية هو بداية الخير أما أظل أشجع أو الله روح على فلان يقرأ لك روح على فلان لا بنا نخرج من هاي اقرأ حالك ليش ما تقرأ حالك ارقي نفسك بنفسك مثلا القرآن نزل لواحد هو نزل لنا كلنا احمي نفسك بنفسك يا أخي حصن نفسك والنبي صلى الله عليه وسلم أشارة في المنم شفت أشيء بسرّك أخبر به من تحب شفت شيء لا يسرّك أدفل على يسارك ثلاث وستعيذ بالله ولا تخبر أحدا يعني أمور من تهي لماذا معقدينها نحن مش عارف فضيلة الشيخ إحدى المتصلات المصرّة إنها تسأل السؤال دخلها معنا أبو سيد عبد الله ألو السلام عليكم أم أحمد ألو السلام عليكم السلام ورحمة الله تفضلي أعطيك العافي معاك أم أحمد أسأل سؤالك الزكر خير الله يكرمك أحييك وبحيي ضيفك شكرا إليك يا أم أحمد آه اللهم صلّ على سيدنا محمد تفضلي سؤالك نحن كل من فترة نقعد جسد الرسول صلى الله عليه وسلم بس نصلي على سيدنا محمد صلّت على النبي اللهم صلّ على سيدنا محمد فأكثر أولونا عنها هذه بدعة يعني كل يوم بالأسبوع يعني أنتم مجموعة من النساء بصلّ على الرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نقعد عند بيت واحد نصلي على سيدنا محمد وأخي نخلق صورة ياسين نعم سورتي أعرف شو حكم شو حكمها طيب ماشا تسمعي الإجابة الله يجيكم الخير شكرا إليك فضيلة الدكتورة إذا تحب نجاوب عليها باختصار شديد أم أحمد يعني اسمعت السؤال وعيده لا اسمه لا شك أنه مجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل المجالس ومن أبرك المجالس ومن أرقى المجالس ومن أنقى المجالس ومن أصلح المجالس تحف الملائكة يقبله الله ويقبل المصلين عنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأذكار ومن أجمل الأذكار ومن أحلى الأذكار ومن أعلى الأذكار ومن أسمى الأذكار صلي على رسول الله ما استطعت وجاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له أجعل كل صلاة كل فعل بس صلاة عليك قال إذن تكفى همك ويقضى دينك هي أفضل شيء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا صلوا عليه جماعة يعني صليت فراد يجوز صليت جماعة يجوز لما نعم من ذلك قراءة القرآن في المجموعة بعد أن تختم الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جائز ولمانع منه فهو مجلس برك ومجلس خير تحفوه الملائكة لكن بعض الناس هاي الخطاب الديني خلص ما الشراكب عليه أنتم مبتدعين أنتم بتعملوا إشي غلط شيء أمر الله به بيقول صلوا عليه إذن كيف تقول عنه بدعا يعني هذا بنصير إيش نكبر عقولنا شوية مفروض إحنا خلص يعني نخرج من مثل هاي المسائل فضيلة الشيخ ما هي أهم ضوابط الخطاب الديني اليوم أهم شيء أن يكون ملتزما بالقواعد الأساسية لهذا الدين نحن لدينا قواعد أساسية أخلاقية نعم مثل قضايا العدل قضايا الحرية قضايا المساواة قضايا احترام الإنسان قضايا احترام الكون كله نحن ليس فقط حقوق الإنسان لدينا حقوق للبيئة وحقوق للنبات وحقوق للماء وحقوق للحيوان ونغفر قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة هرة دخلت النار إذن هناك احترام لكل هذا الكون هذه قواعد أساسية المستمدة من الكتاب ومن السنة هي ضوابط لا يجوز أن نخرج عنها هناك أمور فرعية في الدين قابلة للأخذ والعطاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من إناء الآن بتوضأ من حنافية في مشكلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة من غير ميكروفون الآن بحط ميكروفون كان يتنقل على الدابة الآن بتنقل بسيارتي كل هذا ما في مانعي قابل للتغيير والتجديد والتحسين ولازم أخذ ما أضل على القديم يعني النبي صلى الله عليه وسلم راح أجمل لا أنا بدي أن تقل على جمل يا أخي مش هيك الأمور في أمور قابلة لكن نحن نتحدث عن الثوابط العقيدة الأخلاق مقاصد الشرعية هذه ينبغي أن يحافظ عليها الخطاب وإلا اتسم بالميوع اتسم أنه هذا لا يعبر عن حقيقة الدين إما أنت عم تخرج عن القواعد الأساسية إذن أنت لا تعبر عن حقيقة الدين أنت تعبر عن شيء آخر غير هذا الدين فلا التشدد مطلوب ولا أيضا الميوع مطلوبة الدين وسط ونحن أمة الوسط والأمة العدول التي تشهد على سائر الأمر فضلت الشيخ إذا تسمح أن الناس مصرع على الاتصالات إذا تسمح أنه فضلت الشيخ ألو معنا الاتصال ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يتحرك يا شيخ الله يطول عمرك يرضى عليك تفضل سؤالك عند السؤال أنا فار عمري 51 سنة وبصلش كير الجمع وحكم تاركها حكم تارك الصلاة حكم تاركها كمان طيب ربنا يعيننا وعيننا وعينك وعين المشاهدين جميعا على الصلاة وعلى طاعة الله عز وجل شكرا لاتصالك معنا اتصال آخر مرحبا دكتور كيفك الله يحفظك طول عمرك الله يحفظك فضل الله أخ بدر معك أهلا وسهلا أخ بدر أهلا وسهلا الله يرضى عليك طول عمرك يا سيدي الاعتذار السؤال عن الاعتذار سمع حسن الاعتذار لكني أرفضه من أربعة نعم وأرجو أنك توضحه بالنسبة لي دقيقة واحدة إذا سمعت الاعتذار لما أعتذر الأب من ابنه وانجار عليه وإذا طلب الولد الاعتذار من والده فهذا عقوق أنا هذا رأي وبدأك توضحه بالنهاية الحلقة لأن الله يقول وقفض لهما جناح الدل من الرحمة نعم أرفض الاعتذار إذا طلب من الجندي إذا طلب الجندي من قائده لأن ذلك تمرد وعصيان وأرفض الاعتذار من الطالب إذا طلبه من معلمه لأنه جهود وأرفض الاعتذار إذا طلب من ولي الأمر إذا أحد الرعاية طلبه من ولي الأمر لأن الله يقول وأطيع الله وأطيع الرسول وأقول الأمر منكم أنا أرفض الاعتذار بهذه الأمور الأربعة أرجو أن توضحها وأرجو أن نكون الإجابة الدقيقة بعون الله شكرا لك شكرا لك اتصالك فضيلة الدكتور حسان أبو عرقوب حكم تارك الصلاة باختصار شديد مع أنه ليس موضوعنا كنا حابين دائما الأسئلة تكون ضمن موضوع الحلقة لكن الناس سبحان الله بتسأل أيضا أسئلة متكررة مع أنه في حلقاتنا اللي كان يتابع حلقاتنا كنا نجاوب على هذه الأسئلة فضل يعني نعلم أنه هناك فرق من من يترك الصلاة كسلا ومن من يترك الصلاة جحودا نعم هو بقول لك أنا بصلي الجمع يبقى هو غالبا تاركها كسلا لا جحودا إذا هو معترف فيها تاركها كسلا وقل الله يهديك ادعي ربنا سبحانه وتعالى أنك تصير تصلي وبدأ ما تبحث عن العقوبة وعائش حكم طب أنت عارف شو حكمها يعني أنت بتسأل وعارف شو حكمها وبالتالي شاعر بتأنيب الضمير بنقول لك لا نحن بنشد حيننا نحن وياك ونصير نحافظ على الصلوات هذا انظر دائما إلى الجانب الإيجابي وإلى الجانب الحسن ويدعى ربنا سبحانه وتعالى يعينك على الصلاة بالنسبة لتكرار الأسئلة الناس حاجاتها تتكرر نحن معها لكن إحنا يا أخوانا في الحلقة لما نكون في موضوع ويأتي السؤال عن نفس الموضوع فيه إثراء للموضوع هنا كمان نحن بجزء المقاطب نغفل عنها لكن ما يسألوا عن نفسها نثريها فهو الأفضل دائما تكون منصب على هذا الكلام نعم وأيضا الخطاب الإسلامي اليوم يعني هل ارتقى الخطاب الإسلامي يعني مثل ما تفضلت أنه فيه ناس بتسأل مواضيع خارج الموضوع الحلقة المرة في الناس بتسأل أسئلة بسيطة وتترك القضايا المهمة لو تحدثنا عن قضية هذه المسألة هذا من مآسينة مثل هذه البرامج التي تطرح أراءة فكرية وأمور في بعض الأحيان فلسفية وتسري عقول الناس بيكون مثلا الآن نحكي عن خطاب الإسلامي وخضية خطيرة جدا يعني السؤال ينقلك إلى زاوية أخرى كل سؤال محترم وكل سؤال مقدر لا شك وصاحب وصاحب حاجة لكن بقدر أسأل سؤالي والله على التلفون الشخص لأي مفتن ما هو كل التلفونات المفتن على النت موجودة يعني هل أنا الآن سؤالي ما حينحل إلا إذا سألته على الهوى لا نتعلم حتى المشاهدين يا أخوانا وهذا كمان حلقة عشان كنا نستفيد يعني لو نجعل دائما حلقات تخصصية الآن أنا بحكي عن الخطاب الإسلامي أي سؤال بخطر عبارك في الخطاب الإسلامي اسأله تثري الحلقة وبتعززها لكن إحنا بنكون مثلا نحكي عن الخطاب الإسلامي ننتقل لا قضايا ولا إلى علاقة شتتنا الشيخ وشتتنا المقدر طبعا هذا الزرمي محذر حلقة وانا محذر حلقة وصلنا ثلاثة أربعة أيام بنحذر فيها تيجي بتنقلنا عن الوضوء وعن الصلاة موضع حلوة موضع جميلة ما بنقول كل واحد سائل محترم وسؤاله محترم على العين والرأس لكن بتقدر تتصل بعيد عن الهواء الهواء خليه لنفس الموضوع يخلنا نتعلم وبتمنى نتعلم من يوم الطالع أنه نكون منهجيين في عملنا الآن هذا برنامج فتوى صح خليه استفتاءك وسؤالك في هذا اليوم عن موضوع يعني الشيخ هيعمل الحلقة عن الصلاة بسنسة عن الصلاة بعمل حلقة عن وضوء بسنسة عن الوضوء خلي السؤال الخارجي لبعدين خارج النص هذا بتتصل على التلفون بتبعث إيميل بتبعث إمسماس بتروح على الدائرة يا سيدي أهلا وسهلا يعني وسائل التواصل سهلة أما إحنا بنخلي هذا السؤال في بارنا عبر ما تيجي الحلقة لا مش هذا الطريق الصحيح غالبا هناك برامج للفتوى يعني بس فتوى من أولها لأخرها اسأل ما تشاء لكن عندما أشوف الموضوع لا بدأ بموضوع جاد ومهم بخلي دائما سؤال علي هذا من التطوير أنه أنا وظيفتي كمان أرتقي بالناس وأسلوب الناس في الحلقة بتكون أكثر فائدة للجميع جميل فضلت الشيخ الأخ بدري يعني برضو سأل إذا بتحب تعلق على سؤال وقضية الاعتذار هو يرفض الاعتذار اعتذار الإبن مثلا سمعت سمعت عشان بنكر الكلام هاي وجهة نظر بنحترم وجهة نظر قد يكون للناس وجهات نظر أخرى القضية ما فيهاش نصوص اللي بعتذر اللي بعرفه أنا مما كان هو إنسان كبير إنسان يتخلص من انجهيته إنسان متخلص من رؤيته لذاته من غروره من نرجسيته مهما كنت أنا كوالد بعتذر وأنا كمسؤول في العمل أعتذر وأنا في إمام من في مسجدي وخطيبا أعتذر إذا أخطأت مشعيب لا مشعيب أبدا ولو كنت ما كنت أعتذر مما كان يعتذر هذا الدليل أنه أنت إنسان كبير هذا اللي يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة سووا الصفوف فضرب وكان هنا قائدا ونبيا ورئيس دولة قالوا ألمتني يا رسول الله كشف عن بطه وقال اقتصى مني مشعيب ولا غلط بالعكس اللي بيعتذر هو الإنسان الكبير مما كان ونحن بنعرف أبائنا والشيوخ عشائرنا وحبايبنا كلهم ما بيشوفوا حالهم لا بيعتذرنا ما يغلط ما فيها شيء بالعكس بس وجهة نظر نحترمها إحنا لنا وجهة نظر أخرى تختلف طيب فضيلة الشيخ نلخص الكلام اللي تحدثنا فيه ما هي التوصيات أو النتائج اللي بتحب أنت توصلها للمشاهدين من خلال عنوان الحلقة اللي هو تجديد الخطاب الديني يعني هل عندك توصيات معينة أو نصائح معينة بتقدمها لمن يتصدر للخطاب الديني حقيقة هي نصيحة نصيحة للمتصدرين ونصيحة أيضا للمتلقين نعم يعني أنت كمتصدر المفروض يلائم خطابك الآن زي ما حكينا من حيث اللغة ومن حيث الأفكار ومن حيث القيم نعم ومن حيث الوسائل يلائم هذا المجتمع الآن بصيغته المتطورة جدا أيضا المستمع المستمع ما يكون كحاطة بليل والله فيديو سمعه على الشيخ أرطول بروح برسله حديث شافه بروح بوديه يكون عندك واعي يا أخي مش كل من بيحكيها الخطيب صح ولا كل ابحث الآن ولا أسهل منه وانت قاعد تفتح جوجل ترى هذا الحديث صح هاي القصة صح هاي المعلومة صح ولا مش صح ببساطة يعني خلينا نكبر بأفكارنا كمان ما يضحك علينا كل واحد يأتي يحكي له كلمتين يأتي يملي رأيه الشخصي ويجعله دين فرق بين الدين وبين رأيك الشخصي يعني الآن الأخ اللي يأتي قالهم والله الصلاة عن النبي هاي بدعة هاي رأيك الشخصي انت حرفي ما سنلزمك لا تفرضوا عليه لا تفرضوا عليه وتعتبروا دين لما تقول لي بدعة أنت بتعتبروا دين قل لي لا أحبذ أنا هذه الطريقة في الذكر بحترمك قل لي ولا أحبذ القراءة الجماعية للقرآن بحترمك لكن تقول لي بدعة يعني ليس حرام وتأثم وتفسر وتنطق باسم الله كذبا وزورا وتفتري على الله هذا كان غير صحيح أيضا في مسائل مختلف فيها يا شيخ يعني في بعض القضايا نعم أجازها البعض وحرمها البعض طيب ليش أنت بتجعل رأيي البعض دين لا مسألة خلافية تبقى خلافية خليها أنت قلت بالحرم غيرك قال بالجواز ما بسي تتبيننا رأي إنساني ثم تجعله دين لله سبحانه وتعالى بشكل قطعي أنه خلص لا قطعا أنا ما أراه والصح ما قال هذا إذن إحنا عنا مذاهب أربعة وكل واحد من المذاهب اختار شيئا إذن كله على خير وكله صح لكن أن تفسق وأن تبدع وأن تكفر بآراء فقهية مختلف فيها هذا قمة الجنون أن تمزق المجتمع وتمزق الأمة نحن بحاجة إلى الوحدة بحاجة إلى الاتصال إلى التحاب إلى التلاقي لا إلى التنافض نعم حتى نعطي صورة أيضا مشرقة عن ديننا وإخلاقنا فضيلة الشيخ فيه دقيقة واحدة نعم يبقى معنا إلى دقيقة ثانية هل خدمة الحديث عن الإعجاز العلمي اليوم بعض مشايخ يتحدثون عن الإعجاز العلمي وأيضا هناك من هو متخصص يتحدث عن الإعجاز العلمي مع التطور والتقدم الحاصل اليوم هل هذا خدم الخطاب الديني أو له دور في تجديد الخطاب الديني في بعض الأحيان نعم الكلام عن الإعجاز شيء رائع جدا نعم لكن تماد البعض في قضايا الإعجاز وبالغ وبالغ إلى أن أصبح يصل إلى مستوية غير مقبولة يعني كل شيء يراه إعجازا يا أخوانا الإعجاز هو قضية فيها تحدي فيها إظهار لنبوة فيها إعجاز إظهار لنبوة ليس كل كلمة أنت بتمر معك بتظن إعجاز يعني صار المستوى الآن غير مقبول بصراحة كل شيء في محله جيد يعني حتى وجود الإعجاز في الكتاب والسنة مثل البهار اللي بزك الطبخة لكن البهار لما يزيد الطبخة بتفسد فإحنا نستعمل هاي القضايا من في القضايا الإعجاز مثل البهارات لك كل شيء بدك إعجاز كل شيء كان مش صحيح بتصير أنت تلف والدور تلف والدور وبالأخير بتطلع بسواد الوجه يعني بتقول والله جاء القرآن بكذا وكذا من عندك وكان مش صح وبالتالي بثبت علميا كلام غيره وبصبح الناس تنسب الكذب لمين لكتاب الله وهذا أمر خطير ضر وما نفع يعني بدنا ننتبه للمسألة هذه جدا جدا فضيلة الدكتور حسان أبو عرقوب مفتي في دائرة فتا العام نزاك الله كل خير ونسأل الله عز وجل أن يكتب لك الأجر وشكرا على الكلام الطيب وعلى الخطاب يعني الجديد والجميل من فضيلتك برك الله نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا لقاءات أخرى مع فضيلتك برك الله إياكم الله فضلتك الدكتور أعزائي المشاهدين نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب ونرجو إن شاء الله في حلقات قادمة نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم إن شاء الله تعالى أستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني